أهلاً وسهلاً فيكم معنا في حلقة جديدة من حلقات بودكاست يوميات خبير قهوة من منصة مابت فورورد في هذه الحلقة نبقى نتكلم عن موضوع متعلق بالتشغيل وهو تنظيم سير العمل أو ما يسمى بالورك فلو إيش هي هذه خطة سير العمل؟ هي الآلية اللي تتضمن الخطوات الرئيسية اللي لازم نتبعها لإنجاز مهمة معينة فمثلاً في المقعة ممكن نقول المهمة هذه هي تحضير كوب من الكابتشينو بس طبعاً هي بتكون شاملة أكثر فإحنا نبدأ فيها من أول ما يدخل العميل إلى المقعة ويطلب الطلب كيف بيوصل الطلب إلى البارستة؟ إيش الخطوات اللي حيسويها البارستة عشان يحضر الطلب؟ كيف بيسلمه للعميل؟ العميل بيستلمه وبيطلع من المحل إيش الأشياء اللي لازم نراعيها لما نيجي نسوي خطة لتنظيم سير العمل؟ أول شيء لابد أنها تكون تفصيلية ومكتوبة يعني لازم إحنا خطوة خطوة نحددها ونكتبها الشيء الثاني أنها لازم تكون الخطوات سهلة ومبسطة ثالث شيء أنها تكون قابلة للتكرار يعني جميع الناس اللي موجودين في فريق العمل لابد يكونوا قادرين على تكرار هذه الخطوات معنى الكل لازم يكون متمكن منها ومدرب عليها آخر شيء لابد نراعي أنه الانتقال من خطوة إلى خطوة يكون فيه سلاسة طبعا إذا نجحنا في عمل خطة سليمة بالإضافة إلى كلامنا عن تصميم مساحة العمل إذا كان بشكل مناسب هذه الاثنين بتضمن أنه التشغيل يكون بكفاءة أعلى طبعا خطة سير العمل لابد أن احنا ندرب عليها الموظفين عندنا وهذا الهدف أصلا من الافتتاح التجريبي أنه ندرب عليها البارستة أو العاملين خلف البار عشان لما يصير الافتتاح الأساسي خلاص يكونوا هم مبرمجين على هذه الخطوات وهذا النقطة جدا مهمة برمجتهم على الخطوات ففي البداية الواحد حيشتغل ممكن يغلط ممكن يكون غير متمكن من خطوة معينة بس مع التكرار خلاص يبدأ يعرف إيش الخطوات اللازم يسويها وتبدأ تتسجل عندنا بحيث أنه لو صار وقت زحمة خلاص إحنا مبرمجين عليها وقتها لا حيصير فيه توتر ولا حتى حيصير فيه ربكة وإن شاء الله حنقدر دائما أنه إحنا نقدم المنتجات بسرعة وبثبات على الجودة عشان كده من الضروري جدا أن يكون عندنا خطة سير عمل واضحة للجميع في شيء أحب أو مثال أحب دائما أتكلم عنه لما نتدرب على سير العمل في الدورات التدريبية وهي تخيلوا أنتوا في سيرك ويجي الشخص الأكروبات مثلاً اللي قاعد يحاول يمشي على الحبل إيش اللي خلينا نستمتع في هذه اللحظات؟ أنه يسويها بخفة وبسرعة وبسلاسة فإحنا نستمتع فيها بس تخيلوا مثلاً لو الشخص اللي قاعد يحاول يمشي على الحبل قاعد ممكن يعني في أي لحظة رجله تنزل من الحبل ممكن يضيح ما حيكون ممتع نفس الشي بالنسبة للبارستا لازم يحاول يلاقي طريقة أنه يمشي على الخطوات بسلاسة بحيث أنه الشخص اللي قاعد يشوفه يستمتع ومساحة العمل في عليها سيطرة كبيرة ونظافة وإتقان وتنظيم وهذا بيترك انطباع جداً إيجابي للعمل وفي نهاية حلقتنا أتمنى لكم يوم جميل سعيد وقهوة ممتعا اشتركوا في القناة